بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس في الوحدة الخامسة نستكمل إعراب الأفعال بالحديث عن الحالة الثالثة للفعل وهي الحالة يختص بها الفعل عن الاسم في الإعراب وهي حالة الجزم الجزم الفعل المضارع السؤال متى يزم الفعل المضارع والجواب إذا سبق بأدات جزم تماما كما قلنا في النصب متى ينصب إذا سبق بأدات نصب هنا أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين أو تأتي على نوعين النوع الأول قالوا أدوات تجزم فعلا واحدا و أدوات تجزم فعلين إذن هناك أدوات تجزم فعلا واحدا و هناك أدوات تجزم فعلين حديثنا في الابتداء سيكون عن الأفعال التي تجزم فعلا واحدا في الجملة أول هذه الأفعال لم وهي الأشهر في أدوات الجزم لم يلد وهي حرف نفي وجزم وقلب لأنها تقلب المعنى الفعل المضارع إلى الماضي لم يلد هنا أداة الجزم حالة الجزم لها علامة أصلية واحدة وهي السكون حالة الجزم لها علامة أصلية واحدة وهي السكون إذن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لم تفهموا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون وعلامة جزمه حذف النون لماذا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة التي اتصلت بها هنا لاحظ معي الجماعة أيضا لما قال الله تعالى بل لما يذوقوا عذاب هنا يذوقوا إعرابه فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف ماذا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة اتصلت به واو الجماعة أيضا لما يدخل الإيمان وهنا ملاحظة نشير إليها وهي مهمة أن الأصل هنا يدخل بالسكون لكن ألة التعريف هذه دائما تأتي ساكنة اجتمع ساكنان وهذا لا يأتي في اللغة فما الحل؟ الحل لفظي وصوتي قالوا تنتقل حركة السكون إلى أن تكون كسرة للتخفيف في النطق إذن فهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وعلامة جزمه السكون واستعيض عنها بالكسرة لالتقاء الساكنين أيضا قول الله تعالى لا تصعر خدك تصعر أيضا لا هذه من أشهر أيضا أدوات الجزم وهي التي تفيد الطلب لا تصعر هنا طلب وأمر خدك للناس في المضارع مجزوم بلا وعلام جزمه السكون لا تمشي هنا فعل نوع جديد من الأفعال فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه هنا حذف حرف العلة إذن لماذا؟ لأنه فعل معتل أصلها تمشي أصلها تمشي سبقا أخذنا هذا وقلنا أن الياه هنا نظرا لأن الفعل مجزوم فهو يجزم بحذف الفعل معتل لا تجزم بحذف حرف العلة وهنا أذكر بقضية أشرت إليها في هذا السهم وهي عندي نوعان يستخدمان من لا يدخلان كلاهما على الفعل المضارع عندي لا النافية وهذه خبرية لمجرد الإخبار مثل محمد لا يهمل درسه أنا أخبر عن محمد أنه لا يهمل لاحظ معي يهمل لا أثر لها في إعراب الفعل أما النا هنا الثانية فهي لا الناهية الناهية هذه الطلبية أطلب أنا منه أنهاه عن شيء يعني فيه معنى الطلب هذه تجزم وهي المقصودة هنا وهي المقصودة هنا إذن أتنبه إلى هذا أيضا اللام الأمر فليعمل عملا صالحا ولتكن منكم فليعمل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون ولتكن أيضا فعل مضارع مجزوم بالسكون وعلامة جزمه السكون أنتقلوا إلى الأدوات التي تجزم فعلين يسمونها أدوات الشرط الجازمة يسمونها أدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط إذن فيها فعل وفيها جواب منها إن تعود نعود إن تذاكر تنجح لاحظوا معي هنا شرط وجواب شرط وجزاء إن تعود نعود هذا مجزوم وهذا أيضا مجزوم فهي تجزم فعلين قد يأتيان بجانب بعضهم وقد يفترقان كما سيأتي معنا هنا فعل مضارع مجزوم بأن الشرطية وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة نعود جواب الشرط هذا فعل الشرط مجزوم هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون من يذاكر ينجح شرط وجواب من يذاكر ينجح هذا فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون ما تفعل من خير يعلمه الله هذا هو الشرط وهذا هو الجزاؤه ما تفعل من خير يعلمه الله ما تفعله فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه مجزوم بماء وعلامة جزمه حذف النور لأنه من الأفعال الخمسة ويعلمه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لا احتضر على الميم لأنها كلمة أخرى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون أيضا هنا مهما تخفي من عيوبك تظهر للناس ما علامة الجزم هنا علامة الجزم حذف حرف العلة لماذا؟ لأن الفعل أصله تخفي والفعل المضارع المعتل يجزم بحذف حرف العلة إذن هذا فعل الشرطي مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف حرف العلة ومهما تخفي تظهر هذا هو الجواب والجزاء تظهر فعل مضارع جواب الشرطي مجزوم وعلامة جزمه السكون هذه أين تجلس؟ أجلس هذا فعل الشرطي وهذا جوابه كلاهما مجزوم بالسكون أي عمل تعمل أعمل هذا فعل الشرطي وهذا جوابه كلاهما مجزوم بالسكون حيثما تذهب أذهب هذا فعل الشرطي وهذا جوابه كلاهما مجزوم بالسكون والجازم لهما حيث ما هنا وأي هنا وأن هنا ومهما هنا وما ومن وإن هذه أدوات للشرط تجزم فعلي هذا طرف منها وهناك غيرها من الأدوات أيضا هناك أدوات للشرط لا تجزم إنما هذه هي أشهر أدوات الشرط الجازمة انتهينا من إعراب الأفعال بنهاية الجزم وننتقل إلى تمرينات على إعراب الأفعال